في القاهرة شدد المؤتمر الدولي الثاني لتحاد الأعلاميين الأفريقي أسيوي ومنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية على أهمية تعزيز دول الإعلام في مواجهة حروب الجيل الخامس وتطوير العمل الإعلامي وفق أحدث المتغيرات التكنولوجية وبما يؤدي رئيس لرسالة الإعلام في مختلف القضايا وشدد المشاركون في المؤتمر الذي حضره نخبة من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأسيوية والأفريقية على ضرورة أن يطلع الإعلام بدوره التنويري وتقديم الحقائق لمختلف القضايا التي يتناولها فضلا عن مناصرة القضايا المتعلقة بحياة الفرد والمجتمع والتعامل العقلاني مع مختلف القضايا أكانت الوطنية أو القومية وفي المؤتمر الذي شارك فيه الدكتور حلم الحديدي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والأسيوية والسفير أشرف عقل السفير جمهورية مصر العربية في اليمن سابقا تم تكريم الأخ أحمد علي عبدالله صالح بدرع الاتحاد والمنظمة لدوره القومي ودعم وتشجيع الشباب في مختلف المجالات